بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعون والنصر من ملايين ممالين من المسلمين ما دام أن الواقع هكذا أنا قلت قديما قبل الانتفاض هذه بأن مثل هذه البلاد لو كان أهلها يعيشون على ضوم ما شرحته آلفا الأعلم النافئ والعمل الصالح لنجوا بدينهم وتركوا أرض أبائهم وأجلازهم لا يبالون بها شيئا ولهم أسوة بالمؤاجرين الأولين لكن ضعف علم المسلمين العلم النافئ وبالتالي إعراضهم عن العمل الصالح الناتج من جهرهم بالعلم النافئ يظنون أن بقاءهم تحت حكم هؤلاء اليهود الكفار في بلادهم أقوى لهم سياسة إذن إلى الآيات والأحاديث التي تحض المسلمين على أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما موقعه اليوم ليس بها في صدور المسلمين اليوم أي مكان كنت أقول هذا قبل الانهيواء الله وبعد الانتفاضة ومضي سنة أو أقل منها أنا صرحت بأن هذه الانتفاضة ما دامت الدول العربية لا يتمد يد المساعدة إليها من كل شيء السلاح بالمال بالرجال لآخره هذا يزيد الشعب الفلسطيني بالرجل واحد ويداف عن البلاد به ليست فقط لأنها بلاد مقدسة بل بلاد المسلمين كلها يجب الدفاع عنها ومن المتفق عليه عند العلماء المسلمين أن الكفار إذا غزوا طرفا أو إخليما من البلاد الإسلامية وجب عليهم كلهم أن ينهضوا لفرد هذا الكاتب مع الأسر قادرين موجود اليوم والحرب الأفغانية أكبر مثال الدول ما أحد تتحرك فيها إطلاقا مع أنه الفريق كان مفتوحا إلى عاد خريق بخلاف فلسطين وفلسطين الواقع يؤصف أكثر وأكثر لأنه لا يتمكن أي إنسان أن يدخل إلى فلسطين بيجاهد في سبيل الله بمعنى الكلمة لذلك أنا لا أنصح بهذه الانتفاضة وأنصح أن يوفر الشباب المسلم قوته بيوم الساعة حينما يستعدون كما أمر الشهر الحكيم في الآية المعروفة التي يلددها كثير من الناس المربين أو الموجهين أو المرشدين دون أن ينتبه إلى أن في الآية توجيها غمنيا أعني بها قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا الإعداد المادي غير ممكن تحقيقه في الأرض فلسطين هذا أمر بدأ وإذا متى يظل أخوانا مسلمون يقابلون الرصاص والقنابل بالحجارة فهذه في السنة سنتين ثلاثة وبعدين لا سمع الله قناء الشعب الفلسطيني أخذوا الأرض من المسلمين تماما ترجمة نانسي قنقر